السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب وطلبات الصف الثالث الاعدادي هنشرح مع بعض يونيت سري الوحدة التالتة من منهج الصف الثالث كتاب المعاصر عالفين خمسة وعشرين عندي يونيت سري ماي كاميونيتي ماي كاميونيتي يعني المجتمع او مجتمع لسن وان ان تو درس الاول والتاني كاميونيتي 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 مجتمع هادينجز 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 عنوين رئيسية سيرفي سيرفي دراسة استطلاعية لاجر اكتيفتيز لاجر اكتيفتيز انشطة وقت الفراغ سبورتيز اكتيفتيز انشطة رياضية سبورتيز اكتيفتيز لوكال فاسيليتيز لوكال فاسيليتيز مرافق محلية اكوال اوبورتيونيتيز اكوال اوبورتيونيتيز اكوال اوبورتيونيتيز فرص متكافئة Education Education التعليم Heroes Heroes أبطال Public Services Public Services خدمات عامة Encourage Encourage وشجع Neighborhood Neighborhood حي سكني Community Eventis Community Eventis أحداث مجتمعية أو أحداث المجتمع Disappointed Disappointed محبط Initiative Initiative مبادرة مبادرة Ruler Areas Ruler Areas مناطق ريفية باب كويس كومبليز the following sentence using the word in the box and encourage يشجع Neighborhood حي سكني سيرفي دراسة استطلاعية Initiative مبادرة Education تعليم مبادرة مبادرة حياة كريمة هي للناس اللي عايش في القرآن It's important for us to get a good من المهم لأننا نحصل على a good education تعليم جيد a good education Okay number three I have a lot of friends in my أنا عندي كسيم الأصدقاء in my neighborhood في الحي سكني بتاعي neighborhood We made wonderful boosters عملنا booster رائع to people not to throw rubbish industry but to encourage عشان يشجع الناس إن هي ما ترميج كما ما في الشوار عندي لسنتو الدرس الثاني community project مشاريع مجتمعية local shops أسواق محلية street light مصباح الشارع meeting مقابلة اجتماعية elderly كبار السن أو المسنين disabled people المعاقين pavement pavement رصيف young people young people الشباب driving driving القيادة works of art works of art أعمال فنية transport transport النقل والمواصلات deliver deliver يوصل أو يسلم لسنتو عندي هنا health care health care الرعاية الصحية decent life decent life حياة كريمة job opportunities job opportunities فرص العمل surprise surprise يدهش أو يفاجئ أو مفاجئ object مشروع أو شي عفوا شي object effect تأثير effect تأثير طيب عندك كمان in addition in addition بالاضافة إلى ذلك businesses businesses مشاريع تجارية solve solve يحل مشكلة plan 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 يخطط أو خطة situation situation موقف expect expect يتوقع festival festival مهرجان washing machine washing machine آلة الغسل أو الغسلة طيب تصرف الفوضل أفعال عندي فعل think think يفكر في past possible 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 think so so put up ينصب أو يشيد أو يقيم put up put up no يعرف no 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 طيب study this definition إدرس هذه التعريفات make a difference يعني يحدث اختلاف يسبب اختلاف طيب having a good effect له تأثير جيد on a person على شخص place أو مكان or situation أو موقف change things in a good way أو يغير الأشياء بطريقة جيدة surprised وندهج what you feel when you do not expect something and it seems strange or usual يعني اللي انت بتحسه لما ما بتتوقعش حاجة and it seems ويبدو غريب أو unusual غير عادي encourage وشجع انك تحاول تخل الناس تعمل حاجة بأنه تتعمل دعم وadvice نصيحة طيب أو persuade يعني يقنع تحاول انك انت تقنع شخص أنه يعمل حاجة الحي السكني منطقة صغيرة أو فتاون من المدينة أو قرية والناس اللي عايشة فيها هناك ده كل سمو الحي السكن دراسة استطلاعية مجموعة من الأسئلة التي تطلبها أو تسألها للناس لتجد علشان تكتشف معلومات عن شيء ما فرص متساوية فرص عمل متساوية أو فرص متساوية معدات معدات وحجرات إلى آخره لالناس ممكن تستخدمها لشيء وقت الفراغ الوقت اللي انت مشغل فيه صحية خدمات عامة خدمات زي كهرباء عند وطر والماء اللي بيساعد أفراد المجتمع يسلم تاخد حاجة زي الخطاب إلى مكان المسنين أو متقدم في السن كبير أو يكبر في السن رصيف يعني الجوز اللي بتمشى عليه في المدينة جنب الطريق طيب عندك المتلازمات له تأثير جيد على له أنشطة وقت الفراغ يحدث اختلاف اختلاف يعمل الجملة عن يركب أو يثبت أضواء جديدة دول يؤدي بشكل جيد يقوم بدراسة استطلاعية طيب عندي هنا التراضفات والتضادات عندي كلمة محلي بالساوي قومي دولي لوكال ناشنال انترناشي انكاريج يشجع يهل يساعد يدعم او يساعد يحبط يمنع يحبط مسن او متقدم في السن عجوز صغير متاح او يمكن الوصول الي بسواء افيلابل او بوسيبول اكسا انافيلابل سيف امن محمي خطير غريب غريب غير عادي 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 او طبيعي قريب قريب مجاور بعيد بعيد معلومة واسع كبير ضيب محبط محبط مطارب محبط 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 راضي او قانع ساتسفايد راضي او قانع طيب ديليور يوصل كاري يحمل برين يحضر تيك يأخذ رسيف يستعلم لجر وقت الفراغ رلاكسيشن وقت الاسترخاء ضغط ضغط رسنت حديث مودي حديث فورمر فورمر انشنت يعني سابق او قديم البريفيكس ودي بنجيب بها عكس زي عندي معاك لما نقول من زاوية عاق مدخل يمكن الوصول الي تكون ظرف مؤخرا لو صوت عالي بالفعل بتجيب صفة من الفعل خدمة التفصيل ممكن كمان تجيب خدمة التفصيل ده اسم تكون اسم من الفعل اسم من الفعل اختلاف اسم برضو من الفعل متعلم او يتعلم تعليم طيب ملاحظات زا البوليس البوليس لاحظ كلمة بوليس تعمل دائما معاملة الجامع ويتقابلها زا يعني البوليس ده بعملها معاملة الجامع ومعها زا زا بوليس رجال الشرطة بيوقفوا الناس من القيادة بسرعة يبقى هنا اذا بوليس هوا عملتها معاملة الجامع طيب لان بجيب بعدها جملة كاملة يعني اقول لك ايه انا كنت مندهش لان وجدت الاسئلة صعبة يبقى هنا ايه جبت بعد جملة كاملة لكن بكوز اوف بعدها فعلي فعلي نجي او نون اسم اي كانسلت انا لغيت زا جيرني الرحلة بكوز اوف زا بعد وزر بسبب التقس السيئ يبقى بكوز اوف معناها بسبب بجيب بعدها اسم او فعلي فعلي نجي اي دينن جو تسكول بكوز اه بسبب اوف بينك بسبب كوني مريضة طيب يعني اقول لك ان الحرف يجيتش احيانا لا ينطق واحيانا ننطق فلما اولا كلمة دوتر ابنة مش بانطق نجول اتشي انا حي سكني ستريت لايت رايت يمين او نصور لكن هنا بنتق اف بقى ازن كوف لاف يضحك كافي رف كاسي او خشي طيب امبورتن اكسيبريشان ان ميك سيفر ميك سيفر يجعله اكثر امانا ستارت ابروجيكت يبدأ مشروع ينقش مشكلة الناس من جميع الاعمار يعطي دعم ونصيحة يتوقع حاجة غريبة يحسن مرافق المدينة له تعليم افضل يعطي عمل يظهر الاعمال الفنية الجديدة طيب يسلم حاجة الى مجموعة من يشجع على يساعد في مشاريع المجتمع يهدف الى يسافر حوله يسافر حوله يسافر حوله يسمع عن يمنع او يوقف الناس من طيب عندي هنا نصوص القراءة يا حضرات وعند هنا تدريبات على صفحة 134 على الدرس الاول في يونسري طيب هتبص كده معايا في قائمة التشغيل اللي انت عليها دلوقتي هتدخل على قائمة التشغيل وهتلاقي تالت فيديو عندك تالت فيديو حل الوحدة التالتة كامل اوكي بس كل اللي عليك تحفظ الكلمات الاول وتحل الاسئلة بعدك هتتخش على حل الفيديو كامل وتعرف اسباب الاخطاء اللي عندك ايه طبع الاسئلة دي كلها انا حلتها اوكي عندي هنا قاعدة بس ما اسمها زمن المضارع المستمر زمن المضارع المستمر ده تكون بتاعوا ايه يا حضرات ان انا ما يكون عندي ام واز وار بجيب عندهم الفعلي في اي ان جي اما اي واز معضمار مفرد واي اس مفرد وار معضمار الجامع وي وي وزي وي وي وزي اوكي طيب ام ريدينج انا بقرأ قصة ازا مومنت ازا مومنت في ازي اللحظة هنا خط مضارع مستمر هو بيلعب تنس احلى بنتعلم انجلس الان المضارع المستمر ده يعبر عن حدث يحدث الان وقت الكلام طيب النجاة في النفي هيجيب ام واز وار ونحط نط والفعلي في اي ان جي طبعا زي ما انت عارف ام مع اي واز معضمار مفرد وار معضمار الجامع فينا بقى عند اضافة الاي ان جي وانا بنتعي في الاي ان جي ده لاحظ معايا كده ان لو الفعلي عندك انتهى بحرف الاي فانتهى باي طيب الاي دي كانت مش منطوقة بنحزفها زي طيب لو الفعلي انتهى بحرف ساكن قبل اي حرف متحرك بنضعف الحرف الساكن سوى من سوى مين لكن لو الفعلي انتهى بحرفين بقى اخر حرف الساكن قبل حرفين متحركين تفهم شان نعمل حاجة نضيف واين نجي بس طيب لو الفعلي انتهى ب اي اي هنحولها الواي از الواي طاي طايينغ ضاي كده يموت ضايينغ اوكي طيب عندنا نفي عفونا السؤال بهل يسفن قوسشا بنبدأ بعم و pulا على حسب الفعال بعد كده الفعلي في اي اني جي день يا زي ار نو زي ار Are they traveling to Luxor باعداد الاستفهام هنجيب ق минут الاستفهام بعدها هي على حسب الفعل. بقى كده الفعلي في اي ني جي. امتى هيكون عندك حافلة? الكلمات تدل بقى. الان اسمع انظر اسمع احزر ما زالة الليلة في هذه اللحظة في الوقت الحالي احترس. استمع هي بتغني. هو يعمل الان. الاستخدامات. يستخدم المضارع المستمر. عشان تعبر عن خطط وترتبات منتهية في المستقبل. يعني الكلام ده. يعني حاجة انت رتبت لها. من دلوقتي عشان تحصل في المستقبل. هنبدأ مشروع الشهر الجاي. فلا ترتيب. ويمكن استخدام هذه التعبيرات للدلالة على الترتبات المستقبلية. يعني ويمكن كلمة رتبا عمل ترتيب عدد عمل اعدادات. فلا انا قلتك انا انا ايه كل حاجة مرتبة. يبقى هنا ترتيب يبقى استخدمه مضارع مستمر. اللي هو ايه? ام واز وار. والفعل في يعني جواه لك ايام تبقى. في ملاحظات بقى متقدمة. لاحظ ان المناسبات الاجتماعية يعني التي تتطلق ترتيبات زي حفلات واعياد الميلاد نستعد معها المضارع المستمر. يعني اخي سيتزوج الخميس القادم. طبعا هو هتزوج وبأكيد في ترتيب. اكيد يعني حجز قاعة حجز اعمل كروة دعوة عزم الناس فكل دي ترتيبات مسبقة. طيب. لاحظ كذلك الانشطة التي ستكون بها المؤسسات مستقبلا تستلزم ترتيبات. يعني مثلا بقول لك الفصل بتاعي هيكون برحلة الاسبوع القادم. طيب هنا بقى فيه ترتيب هيكون برحلة يعني هو بدأ ان هو ايه يحجز الاوتوبيسات حجز الاوتوبيس آآ قال للناس في رحلة عشان تدفع الاشتراك فكل دي ترتيبات. طيب. ازا منعك شيء من القيام مش شيء اخر فان ما يمنعك يكون مرتبا له وبالتالي نستخدم مضارع يعني ايه? انا مش هادرة اطلع معك النهاردة عشان هقابل عمي فيه المطور. طيب. عندي بقى هنا الصفة اللي منتهي باي ان جي والصفة للمنتهي يدي. فيه صفات بتنتهي وفيه صفات بتنتهي باي ان جي باي استر��ي. طيب. الصفة يا حضرات المنتهية باي ان جي توصف شعور الفعل. تصف آآ اهو. المنتهي باين جي. تصف شعور الفعل. المنتهي بتصف الفعل نفسه. طيب على كده احنا اللخصة مع بعض عشان نفهم. الكلام كويس. الصفة الاخيرة ايه دي? قلنا تصف شعور الفعل. انه اشعر بايه? يبقى الفعل ده يبقى عاكل. بس انا بوصف شعوره. صحة كلمة لك ايه? علي از اكسايتد ولا اكسايتينج? ها. انا واحدة صح. الاتنين صح. طيب بس اختلف في المعنى. هنا علي متحمس. انو شخص مصير. يبقى الصفة المنتهية تصف الفعل نفسه او مسبب الشعور. لكن الفعل دي تصف شعور الفعل. طيب. تعبا نشوف الامسلة وكاتبة. وانا هناك العديد من الصفات في الانجليش هنتهي بيه. الصفة المنتهية بيه تصف. آآ الاسم. غير اعاكل غالبا. يعني انا سأقول لك لكن الصفة اللي فعل نجي لوصف الاشخاص. توصف ايه? الاشخاص. طيب. يعني لك. الصفة اللي تتابع دي تصف شعور. شعور الفعل. القروين متحمسين. ان هما يسمعوا عن الخط. الشباب هبوا مهتمين بالمشاريع الجديدة. طيب. انا حالل الاسئلة دي معك في الفيديو الخاص بحل الوحدة التانية ولكن هناخد كم واحدة كده مع بعض. فلو نقول لك اجيبشن. لايك محمد صلاح. المصيرين بيحبوا محمد صلاح. عشان هو ايه? بجأة. لعب شيك. مش مهتم. لأ انا بوصف شعور محمد صلاح. انا بوصف محمد صلاح نفسه. ليف فور لندن تمورو ازا الرينجد. ازا الرينجد دايب هنا مدرع مستمر يوبا. از ايه? سيو غادر طول لندن. طيب. هتلاقي بقى بقى حل الاسئلة دي كلها كده في قائمة التشغيل الخاصة بالتابع المعاصر للصف الثالثة. دي واحدة التالتة لها محللة كلها. كان معكم مستر محمد شعبان. وتمنى اكون سهلت عليك الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.